إذن أرحب بضيف رئيس ديوان الخدمة المدنية السيد سامح الناصر مساء الخير وأهلا بك معنا فيه بعد الخبر كل عام وأنت بخير أنت بخير أستحب سلام في البداية من أين جاءت فكرة الدليل الإرشادي لعودة الموظفين القطاع العام؟ ما الأسس التي بني عليها هذا الدليل؟ في البداية يمسي عليك وأستاذ المشاهدين وأحب أشير أن ديوان حقيقة لما توقف عن العمل إحنا قلنا أنه تعطيل الدواء لا يعني بأي حامل أحوال أنه نتوقف عن العمل وبالتالي إحنا منذ عام 2018 احتملنا تعليمات متكاملة للدوام المرن ودوام الجزئي ودوام عن بعد حقيقة كان فيه تحديد في العمل عن بعد ضمن نسبة 10% فقط من الموظفين وضوابط في وضائف معينة بعد صدور القرار بمجلس الوزراء بتغطيل الدوائر بادر الدوائر بحكم دوره ومتابعته لكل ما يتعلق بشؤون الموظفة ووظيفة العامة والجلسة الخدمة المدنية بإذار مجموعة من حقيقة بداية التعاميم الخاصة في التعامل مع الموظفين في الخارج لغاية تجد عقودهم مغيرها من الحالات الموظفية حوالي 13 حالة مختلفة وأيضا أظننا أول دليل هو دليل العمل عن بعد وضعنا فيه كافة المطلبات وأليات التعامل مع تقسيم العمل وتوزيعه سواء كان من خلال العمل المباشر مع المرؤوس أو من خلال مجموعات العمل وأيضا أدرجنا في التطبيقات والبرامج التي يمكن استخدامها بدون تكلف الخزينة كلفة للتواصل ما بين الموظف ومديره ورئيسه وأيضا مع زملائه وأتبعناها حقيقة بدليل مهم بالتنسيق مع أخواننا في محل إدار العامة وإدارة تطوير إداءة المؤسسة وسياسات في رئاسة الوزراء هم كانوا حقيقة بشتغلوا على شيء مماثل فإحنا اشتغلنا على تكاملية هذا الجهد وأيضا بدعم من المفوضية الأوروبية برنامج سيغما اللي بعمل معنا على مدار ثلاث سنوات في أكثر من من جهد حقيقة نحو أكثر من أربع سنوات تقريبا وبالتالي هذا الدليل تم منخشته في الإجلال الوزرية واعتمد مجلس الوزراء وصدر تعميم من دورة الرئيس بعشرة خمسة بتعميمه وأتماده وهو الآن في برنامج مكثف يقوم به محل إدارة العامة بتدريب مسؤولي وحدات التطوير المؤسسي والمواد البشرية على التعامل مع تطبيقات المختلفة لهذا الدليل الوضع الوبائي في الأردن والذي بناء عليه تم إعداد هذا الدليل في حال تغير هذا الوضع إلى أي مدى سيتم تعديل هذا الدليل هو الغاية الأساسية من الدليل حقيقة أن نحافظ على ما وصلنا إليه من إنجازات في محاصرة هذا الوباء الذي ندعو الله في هذه الأيام المباركة أنه يعني يتدم زادة هذه الغمة بأسرى ما يكون وهذا طبعا لن يتأتى إلا بوعي المواطنين وبالتالي كان الهدف أن فعلا إحنا نبني على ما تم الوصول إلى جهود كبيرة سواء للحكومة والجهات المختلفة وبالتالي إحنا ما بدنا نكرر بعض المظاهر حقيقة اللي ظهرت عندما أعادت بعض المؤسسات العمل وكان في تدافع إلى أعداد كبيرة حقيقة نحن بعض الجهات اللي كان في أعداد بالمئات وأحيانا بالألوف تتدافع إلى مراكز تقديم الخدمات وبالتالي لا بد من عملية تنظيم هذه الخدمات بحيث تكون ممنية على أولويات الدليل يشتمل على منهجيات وتطبيقات علمية فنية سلسة بسيطة لكنها بتميز أنواع الخدمات وكيف يتصنف فيها حسب ألوياتها وتأثير درجة إقطاعها سواء على متلقي الخدمة سواء على أنشطة الإقتصادية اللي الحكومة بتأخذ قرارات بإعادة تفعيلها أو السماح لها بمارس تشاطها وكذلك الحال علاقة الدوائر بعض وبعض لأن هذه سلسلة متكاملة من العلاقات وأيضا البرامج وخطة استراتيجية اللي بتقوم فيها الدوائر نحن ما بدنا كمان زي ما حكينا في البداية أن نتوقف عن العمل بشكل تام بدنا إذن أول شي نفرز هذه الخدمات الخدمات اللي ممكن تحويلها وأثمتها إلكترونيا بحيث تكون عن بعد هذه يجب أن قطأ أولوية وبمناسبة يعني هذه ربما ضارة نافعة وإحنا زي ما حكى سيدنا بدنا نحاول أن نحول هذه المحنة إلى منحة بمعنى آخر أن نعجل وبالتالي يعني بعد انتهاء هذه الأزمة لأي مدى فعلا رح يتم المحافظة على كل الإنجازات التي تم تحقيقها في القطاع العام نعم وأنا أتكلم بكل وضوح صراحة حقيقة أن جلالة الملك يعني منذ عدة سنوات هو بيشير إلى ضرورة تسريع تفعيل استخدامات تكنولوجيا مع علماءات وإتصال في تقديم الخدمة للمواطنين فالآن نحن نشوف الجهود الكبيرة التي تبدأ والخدمات المختلفة ومنصات وأيضا أصبحت العديد من الخدمات تحول وهذا أيضا من مطلب المطلبات الدليل أنه تحول بأليات تقديم الخدمة وحتى وسائل الدفع تكون إلكترونية وغيرها هذا كله أنا أعتقد أنه سيسرع حقيقة من إنجازة إحنا في الديوان يعني عمالنا كلها كانت عن موعد فرق عمال تعمل لجل تخطير اشتماعات أكثر من مرة إن شاء الله بنعمل إحنا حقيقة أنه زي ما تفضلتي وأنا واثق من ذلك بالعكس إحنا تجربتنا كمان قاعدة بتنمو وتستقر في موضوع التعليم الإلكتروني عن موعد كثير من الخدمات تأثبت كفائتها إن شاء الله الجهد لما يكون كله متكامل مع بعضه إن شاء الله يتم احتواء الوباء بأسرع ما يكون اليوم أصدرنا تعميم حقاً لاستكمل في مراحل العودة التدريجية لأنه العودة يجب أن تكون على ثلاث دفعات زي ما حكينا بدأت ترتب مواقع خمة جمهور مطلبات السلامة والوقائية بدأت تعمل على الإعلان عن خدماتها بحيث أنه ما يصير زي ما حكينا لا سمح الله تدافع في بعض الخدمات اللي ممكن لا سمح الله تؤثر على الوضع الوباء في اللي وصلنا إلىه وأيضاً تعمل على إشعار المتلقي الخدمة في برامج معينة بمواعيد ونمع الخدمات المقدمة كيف ستتم الموائمة بين عدد الموظفين العامين الذين سيعملون وبين نظام الفردي والزوجي للتنقل نعم هلا هو الدائرة يجب أن نكون في عندها بموجب الدليل اللجنة من كبار الموظفين الدائرة هي تضع حسب أوليات الخدمات الدليل بأعطيك كيف تتبعي وسيلة فنية منهجية زي ما حكينا تصنف في خدمات حسب أولوياتها ودرجة تأثير من قطاع هذه الخدمات على القطاعات الأخرى والدوائر الأخرى وبالتالي أنت بتحددي على ضوء هذه الخدمات ما هي الوظائف وعدد الموظفين نعم مطلوبينها ذمن أولويات أولوية أولى تاني تاتي هلا الدوائر هي هذا الدليل يعني ما بيزمها في نسب معينة هو برشدك يرشدها فقط نعم كل دائرة هي أدرى بطبيعة خدماتها هلا في دوائر ما وقف عمل فيها مرة يعني بعض القطاعات الصحية الجمارك الضريبة هذه استمرت في العمل هلا أنت بالدائرة من خلال هذه اللجنة الوزير مرجع المختص وبوقت قراره في العودة إحنا مثلا في مرحلة الأولى على سبيل المثال إحنا بلشنا فيها في الديوان قبل العطلة يعني تقريبا حوالي 20 يوم كان في عندي حوالي 15% من الموظفين الآن إحنا طلعنا قرار جديد بحيث أنه ترتفع النسبة إلى 50% طب أعطيكي مثال في الديوان مثلا إحنا الآن صدر قرار مجلس الوزراء بوقف التعييرات للنهاية العام إذن بالنسبة إلى الديوان ما عندي أصبح نشاط التوظيف هو الأساسي هذولا أنا أأخرهم للمرحلة التاتية وهكذا من نسبة لبقية الدوائر إذن هي عملية مرادة كل مؤسسة ترى ما هو مناسب لها نعم هل رئاسة المزراء وطبعا بالتنسيق مع الإخوان في إدارة الأزمة وغيره أعطوا صلاحية للمرجع المختص وهو الوزير أن نصدر تصريح طبعا عن سؤالك من نسبة لزوجة وفردي وحتى من المحافظات إحنا التعاميم اليوم أكد أن الأبلوية للموظفين اللي في المحافظة لأنه تعرف فيه شرائح من الموظفين كمان إحنا ما بدنا تنقل خلافا لقرارات لجنة الأوبئة ووزارة الصحة وحتى التعامل مع حالات مختلفة من الموظفات من الحوامل من الموظفين المقيمين في مناطق العزل وغيرها الموظفين عندهم مثلا حالات من أشكال ضعف المناعة أو ما شابه فالوزير له صلاحية أنه من خلال جداول تم اعتمادها إصدار تصريح سواء وحن حددنا الموعد يعني إحنا حكينا أن معيد التصريح هذه بتكون من ستة صباحا لستة مساء طبعا لأنه سيكون بعد رمضان المبارك وبحيث نضبط العملية وكذلك الحامل نتبع بين المحافظات اللازم والأولوية ستكون للوظائف الإشرافية إذن تحديد الخدمات ذات الأولوية اعتماد على كل مؤسسة حسب ما تراه مناسب موضوع التباعد بين المكاتب إلى أي مدى هذا الموضوع سيراعى فيه مساحة المكتب عدد الموظفين الموجودين في المكتب الواحد ما الأمور التي يتم مراعاتها في هذا القرار نحن بالدليل لما اشتغلنا اشتغلنا برضو مع يعني بالرجوع كمان نشوفنا تجارب دول مختلفة والدوان كان بصراحة والأود من المبادرين في هذا الجانب حقيقة وحتى في الدول الاتحاد الأوروبي من خلال المفوضين من خلال بنام السيغما كمان هم نقلوا هذا الدليل في دول الاتحاد الأوروبي هذا الآن أمر موضوع مهم نحن الدليل اجتماع على كل المعطيات ما فيها المطلبات السلامة الإخوان في التلفزيون الأمملكة لما اجمعنا الفريق الميداني احنا ما كان في تنصيق يعني كان حقوا معي لكن ما لاحقوا كانوا موجودة على الباب فشافوا كيف ترتبعت عنا في الدواء بالنسبة للأجهزة القراءة الحرارة بالنسبة للتباعد مسافات المطلوب الآمنة أدوات التعقيم طبعا الدائرة بل تعمل على عمليات التهيئة قبل تعود إلى عملها من التعقيم المبنى وأيضا بشكل يومي يبدأ متابعة هذه مستمرة وحتى موضوع التهوية بده يتراعى طب من يتابع هذه المسائل يعني ستة أيام متبقية على عودة العمل عودة العملين إلى القطاع العام يجب هناك أن يكون فريق العمليات داخل المؤسسات كل مؤسسة لها فريق عمليات خاصة نعم خاص فيها وبإشراف المرجع المختص سواء من خلال الأمين العام أو المزير طبعا هذه الإجراءات هي إلزامية حتى بما في ذلك إذا كان على سبيل نظام التهوية داخلي زي مثلا يعني يعني معنا آخر في سلكريشن للهوى داخلي هذا يجب أن يتوقف يجب أن يكون متصل على التهوية يعني اللي يتم من الخارج بحيث أنه ما يكون في يعني كل القضايا هذه إحنا زي ما حكينا هدف الرئيسي من الدليل سيتي هو المحافظة على المقتصبات اللي إحنا توصلنا لها بفعل جهود جميع المواطنين أو الحكومة سريعا سريعا جدا من المسؤول عن تطبيق هذه الإرشادات كل مؤسسة أيضا ضمن نطاقها نعم هي كل مؤسسة طبعا تأخذ في الاعتبار القرارات الصحادة العامة والوزراء ووزارة الصحة والأوبياء الدليل سلس سهل منظم الآن نعمل عملية تدريب مكثفة مع الدواء الكلياتها وأنه حتى تصل في بعض الجهات الغير حكومية حتى بدهم أن نساعدهم في تدريب إحنا زي ما حكينا هدفنا أنه نحافظ على ما وصلنا إلى بدنا نحاول نوفر المطلبات لكن بالدرجة الرئيسية هذا بده التزام ووعي من الجميع إن شاء الله أنه بإذن الله نتمكن جميعا من عبور هذه رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر شكرا جزيلا لوجودك معنا كل عام وتفكير